اهلا بكم فجرت المحكمة الاتحادية ازمة جديدة لتضاف لسلسلة الازمات المزمنة التي تعصف بالعملية السياسية وقواها بعد قراراتها الاخيرة التي اصدرتها بشأن حصة المكونات البالغة احد عشر مقعدا في برلمان كردستان العراق واجراء الانتخابات في اربع دوائر انتخابية بدلا من دائرة انتخابية واحدة كما كان الامر في القانون السابق وعلى اثرها اعلن حزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان الاقليم القادمة بالتهديد بمغادرة وترك العملية السياسية برمتها ويقول المراقبون ان كل قرارات المحكمة الاتحادية تأتي مفصلة ضد اطراف سياسية بعينها وفق اجندات اقليمية واضحة في اشارة واضحة الى ايران التي اتهموها بالسيطرة على جميع المؤسسات الحكومية في العراق بما فيها المحكمة الاتحادية الحالية لشرعنة وترسيخ هيمنتها على العراق ويؤكد باحثون السياسيون ان تهديد الحزب الديمقراطي بالانسحاب من العملية السياسية سيبقى مجرد تهديد سياسي واعلام فقط بسبب الخشية من فقدانه للمكاسب والنفوذ التي تحصل عليها من العملية السياسية في المرحلة القادمة وان هذا الصراع المزمن بين قوى هذه العملية هو صراع مطلوب لادامة هذه العملية وهو في نفس الوقت صراع مضبوط ومسيطر عليه في اطار الايقاع الذي وضعه رعاة هذه العملية منذ تأسيسها عام 2003 اي الامريكيين والايرانيين الصراعات والازمات المزمنة لقوى العملية السياسية وتوظيف القضاء في هذا الصراع هو الذي سنبحثه في حلقة الليل من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لمصلحة من تفصل المحكمة الاتحادية قراراتها واحكامها مثل قراراتها الاخيرة ضد كردستان العرب وهل فعلا ان العملية السياسية لا يمكن ان تستمر من دون هذه الصراعات والازمات المستمرة والمفتعلة منذ عقدين وهل فعلا ايضا ان اي من قوى العملية السياسية غير مستعد لترك هذه العملية والانسحاب منها حتى وان هدد بذلك وهل ستبقى العملية السياسية حفرة وبؤرة لتوليد وصناعة المزيد من الازمات والصراعات في المرحلة القادمة ضيف الطاولة رافع الفلاح عبدالله سلمان لا يأتي عام في العراق الا ومعه تطورات سياسية تثبت للشرك قبل الخصم ان العملية السياسية فاشلة ولا يمكن لها ان تحقق استقرارا او تعطي امانا حتى للمشتركين فيها الحديث عن تجدد الازمة بين بغداد واربيل ووصول الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مفترق طرق مع الحكومة في بغداد بعد ان الغت المحكمة الاتحادية احد عشر مقعدا مخصصا للاقليات في برلمان كردستان العراق ليعلن الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات برلمان كردستان المقررة في العاشر من حزيران القادم هذه المقاطعة الاحتجاجية ليست بمعزل عن الخلافات بين بغداد واربيل حول قضايا شائكة على رأسها ملف كاركوك والصراع الذي استجد بعد انتخابات مجالس المحافظات فضلا عن مشاكل اخرى تتعلق بقانون الغاز والنفط ورواتب الموظفين وغير ذلك ترك هذه القضايا معلقة دون حل جذري توافق مع طبيعة العلاقة بين شركاء العملية السياسية حيث تكون هذه القضايا المعلقة بمثابة اوراق ضغط تستخدمها الاحزاب في بغداد ضد اربيل للوصول الى اتفاقات معينة وفي حال عدم الاتفاق تثار هذه القضايا مجددا الحزب الديمقراطي الكردستاني الشريك الرئيس في العملية السياسية منذ تأسيسها بدأ يدرك بحسب مراقبين فشل هذه الشراكة الممتدة لعشرين عاما ولا يوجد فيها ادنى مراعاة للتحالفات في ظل سطوة الميليشيات واجنحتها السياسية على مفاصل الدولة وهذا ما تجسده احزاب الاطار التنسيقي التي تتعامل مع جميع الشركاء المفترضين على مبدأ التابع للشريك لها العملية السياسية اليوم اكثر تشضيا وتمر احزابها في اوج مراحل الصراع والتناحر لتؤكد للمراقبين مجددا ان المنظومة الحاكمة الممتدة لاكثر من عشرين عاما لا يمكن لها ان تحقق ادنى درجات الاستقرار في العراق اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستتحث في الصراعات والازمات المزمنة لقوة العملية السياسية وتوظيف القضاء في هذا الصراع لتصفية واستهداف الخصوم والشركاء ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي وسيكون معنا من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن عبر اسكايب الاستاذ عبدالله سلمان الكاتب الباحث السياسي ايضا اهلا وسهلا بيضيفين الكريمين ايالكم الله دكتور رافع العملية السياسية الصراعات والازمات كانت صفة ملازمة لهذه العملية حتى ولم تواجهها كما يقول الباحثون ازمات وصراعات موضوعية هي تصنع ازمات تصنع ازمات تصنعها تخلقها لكي تستمر وما جرى من قرارات المحكمة الاتحادية ضد كردستان العراق يندرج في هذا الاطار هذه القوى يبدو انتقلت من استهداف المناهضين والمعارضين والخصوم الى الشركاء التعريخي مثل الاكراد هذه العملية لماذا تعتاش على الازمات والصراعات يبدو انها تموت بدون هذه الصراعات بسم الله الرحمن الرحيم حيوك استاذ ماجد وحيو ضيفك السلام عبدالله سلمان اهلا وسهلا الحقيقة العملية السياسية يمكن قلناها اكثر من مرة ويجب ان نقولها اليوم هي تعاني اساسا من قلل بنيوي في وجودها هي وجدت اساسا وجهزت وصممت بشكل في عيوب كبيرة وعيوب قاتلة ومدمرة ولا يمكن اصلاحها واهمها هذه المحاصصات محاصصات طائفية على عرقية وبالتالي هذه الخصومات اللي اشرت الها والصراعات اللي موجودة فيها لان المكاسب اللي بداخلها مسموح في هذه الصراعات بهذا الشكل لكن المهم في كل هذه القضية انه كل الاطراف التي تشكل هذه العملية السياسية التي قامت عليها العملية السياسية كأعزاب وقوى وشخصيات اهم صفة موجودة بينهم ان الثقة معدومة بينهم بينهم جميعا لا ثقة نهائية بين كل هذه الاطراف لا شخص ولا اعزاب ولا قوى ابدا من البداية يعني حتى قبل 2003 حتى عندما كانوا يسمون نفسهم معارضة وجمعتهم امريكا وجابت لهم بريطانيا ومؤتمر لندن كانت كانت هناك يعني يروي لي كثير من الناس اللي موجودين ومن ضمنهم حتى اكراد اقواتنا اكراد يرويون انه حتى في مؤتمر لندن كانت واضحة ان هناك لا ثقة ثقة مفقودة بين كل هذه الاطراف كانت حتى في داخل الاكراد الثقة البينية نعم حتى في داخل الاكراد الحزبين الكرديين لا ثقة بين هذا الحزب وهذا الحزب بين حزب الاتحاد والحزب الديموقراطي والان صراع مريل نعم موجودة لذلك كل مجموعة تأخذ مجامحة في زاوية معينة كي يتحدثوا يتفقوا على اتفاقات معينة بما فيدهم وهكذا بالنسبة لحزب الدعوة بالنسبة للمجلس الإسلامي وهكذا المستقلين من يسمون نفسهم سنة الحزب الإسلام كلهم نفس الطريقة ثقة غير موجودة والمهم في هذه القضية لأنهم من البداية ولحد الآن بعد 21 سنة لا يتعاملوا مع العراق كبلد ودولة في نقطة الثقة دكتور نعم إذا لم تكن هناك ثقة روابط وشائج يعني هدف سياسي معين كيف جمعوا؟ ما هو هذه العملية سياسية كيف جمعوا استمروا 20 سنة نعم هذه العملية السياسية صممت بهذا الشكل لذلك صممت بهذه المحاصصات لكي يبعدوا هذه الأطراف وكل ما يثق في الكل لكن لكل جهة لها مكاسب وتريد أن تحافظ على هذه المكاسب أو توسع هذه المكاسب حسب قوتها وحسب قدراتها الأكراد لأسف الشديد الحزاب الكردية الحزاب الكردية أنا أحدث يعني الحزب الديمقراطي الحزب الحزب الحقيقة حزب الاتحاد وحزب الديمقراطي الحزب الحزب من البداية كانوا يريدون أن يأخذوا كل شيء مقابل أن يظلوا في هذا في هذا المجال الذي وجدوا فيه من عام الحيث الجغرافي أقليب كردستان نعم أقليب كردستان ويبقوا فيه لكن هذا لا يمنع أنه فيما بينهم هناك صراعات وصلت الصراعات في عام 96 إلى أنه جماعة سليمانية جماعة الاتحاد هجموا على أربيل على جماعة الحزب الجيمقراطي جماعة البرزاني وأرادوا أن يأخذوا أربيل يستولوا على أربيل لو لا البرزاني يستعام بالحكومة في وقتها ويصدام أسرين وهي معروف القصة وتحرك الجيش العراقي وأنقذ هذه القضية لأنه إيران كانت جزء من أجل نعم وما زالت وأعود مرة أخرى الآن ما يحدث في الشمال وما يحدث بين المحكم الاتحادية وما يحدث في العملية السياسية وبهذا الطريق إيران وراء هذه اللعبة ومن يستفيد إيران هي من وراء هذه صرت حدث بالتفصيل عن هذه القضية ذا سمحتنا بساء الخير أستاذ عبد الله تحيير لعظرته ومشاهديكم الأثار أنا الصوت يصني واطئ جدا من أستاذ عبد الله ولا أكاد أسمعه تقدر ترفعونا الصوت يا شباب نعم الآن تسمع لي أستاذ عبد الله أنا أسمعك بوضوحة في الكريم بس أنا أسمعك لا زال الصوت واطع عموما إلى أن نصلحونا الصوت هذا الصراعات الموجودة هذا الاستهداف بين قوى العملية السياسية والأحزاب الطائفية هذا الصراع أودى بالعراق يعني لم ما كان منحصرا أو محصورا بين هذه القوى السياسية بينهم كشركاء كحلفاء سابقين في المعارضة يعني أودى بالعراق وأوصله على نقطة الحضيض على شفة حفرة إلى متى هذا الصراع؟ إلى متى سيبقى؟ بحكم الهيمنة والرعاية الإقليمية والدولية التي هي أمريكا وإيران مضاف إليها بريطانيا وإسرائيل تتحكم في هذه العملية السياسية لذلك يتبقى وفق هذه الفوضى لأنها فوضى محكومة فوضى مسيطرة عليها من القوى التي أنشأت العملية السياسية فبالتالي هي تبقى فوضى لأنه لا يوجد هناك لا يلغي الفوضى إلا البرنامج الوطني لبناء العراق وهذا البرنامج غير موجود وليس بخاطر هذه القوى السياسية ولا بخاطر القوى المهمة التي هي الدولية والإقليمية على العراق أن تنشئ برنامج وطني يمكن أن يلغي هذه الفوضى فالفوضى تبقى مستمرة لأنه هي وجودهم وجودهم وهو هذا المطلوب من القوى الدولية لحتى يبقى العراق بهذا الحال وتبقى المشاريع الأخرى لهذه القوى الإقليمية إيران وأمريكا في المنطقة مستمرة وقاملة للتطبيق ببقاء هذه الفوضى وكل مشكلة في العراق دائما كل مشكلة في العراق تحدث سياسية ما بين الأطراف السياسية تتعدى الحدود العراقية أو الحدود الوطنية إلى الحدود الإقليمية والدولية وتتأثر بالتأكيد الوضع الداخلي فبالتالي هم يعتاشون على هذه الفوضى لأنه بدون فوضى سيسألون كثيرا من الأسئلة من الشعب العراقي أين هذه الموارد الضخمة؟ أين مشاريع البناء؟ أين التعليم؟ أين الصحة؟ كل هذه الأسئلة تطرح في حال الاستقرار البلد فلذلك من مصلحتهم والاستمرار بالفوضى الفوضى هي السبيل الوحيد الذي ينجيهم من التساؤلات وكل طرف من هذه الأطراف يريد أن تستمر هذه الفوضى ويريد أن يبقى ضمن هذه الإطار حتى يحمي نفسه من التساؤلات القانونية أو الأخلاقية للشعب العراقي عليهم فبالتالي الفوضى هي المنهج الذي تعتمده هذه القوى السياسية المخطط لها من الدول الأقليمية الدولية والأقليمية فلا يستطيعون بناء دولة أو بناء قوى اجتماعية جيدة تنهض بالمجتمع تقدم الخير للشعب العراقي ثم تزدهر بالاقتصاد ليس بواردهم هذا دكتور رافع هل وارد أن القوى الفاعلة أو القوية الآن الميليشيات والإطار التنسيق والميليشيات الولائية يسمح لها من قبل من صمم العملية السياسية بتدمير القوى الأخرى في العملية السياسية والاستحواذ على الكعكة كلها الآن كان استهدافا سياسيا استهداف إعلامي استهداف مالي في قضايا الرواتف كما يجري مع كردستان العراق توظيف القضاء أيضا في هذا الاستهداف هل يمكن أن يسمح لها إلى مدى أعلى باجتياح مثلا كردستان العراق وإسقاط هذه التجربة تقليم كردستان والاستحواذ على البلد بالكامل الآن هي مستحوذة على البلد ما عدا قضية الشق الكردي هل رعاة العملية السياسية قد يسمحون قد يدفعون بهذا الاتجاه سيد ماجد رعاة العملية إذا تسألني هل يسمحون الرعاة وإحنا نعرف الرعاة منه والولايات المتحدة الأمريكية على رأسهم وإيران هل يسمحون سأقول لك يسمحون إذا كان الهدف الأساسي كنا نعرفه وما زاله هو القائم هو أن يبقى العراق ضعيفا كل شيء يصب في بقاء العراق ضعيفا ويضعف أكثر سيوافقون عليه لأن أن تبقى الفوضى أن يبقى العراق ضعيف غير قادر على أن ينهض سيوافقون عليه فبالتالي أي صراعات موجودة في العراق ولا من عام 2003 إلى حد الآن من العراقيين قتلوا نحو مليونين عراقي هجروا خارج العراق 8 ملايين أو أكثر ربما يجوز 10 ملايين عراقي في فترة النزوح 6 ملايين عراقي وصلوا في النزوح مدن مدمرة عراق فساد في أعلم مراتب الفساد خراب دمر هل يسمحون ألم يقولوا أن هذه التجربة ستكون مثالة للعالم طيب وين هذه التجربة التي ستكون مثالة للعالم والعراق بهذا الخراب إذا هم يسمحون النموذج الذي مطلوب أن يكون نموذج متهرئ متعب لا يستطيع الوقوف على أقدامه العراق مملون مخدرات وبطالة وأمية وفقر وفساد وسرقات وخراب ومتاجرة بكل شيء هذا كله وهيمنة إيرانية عليه هذا كله جزء من مخطط وأهداف موجودة من البداية محظرة قبل 2003 وجدت أمريكا من أجله من أجل ضعاف العراق إيصاله لهذا المستوى إذن كل ما يجري الآن هو ضمن اللعبة الأكراد وأقصد الحزبين الكرديين كانوا يعتقدون في الماضي أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي سنتهم نعم ومن يتغطى بالولايات المتحدة سيكون يعني قد استحوذ على الدفوة قد حصل الدفوة والحصانة وفي الواقع عريان وبردان وبالتالي وجدوا بعد ما دعوا للاستفتاء وجدوا أن نفسهم استقلال الاستقلال كردستان نعم استفتاء الاستقلال وجدوا أن نفسهم أنه يتغطى في أمريكا هو عريان الأمريكان قالوا نمنى علاقة بهذا الموضوع والبريطانيين هكذا وكل كل ربما فقط إسرائيل أيدتهم في هذا الموضوع إذن عليهم أن يتعاملوا مع المعطيات اللي موجودة بالعلاق بأنفسهم لا سند لهم غير أنفسهم وفكرهم وتفكرهم لذلك الآن نجد البعض يقول أنه هذه الضغوطات الحكومية قد أدت إلى أن الأكراد يجب أنه هذه هذه كلها كذبة كبيرة اللعبة من البداية مصممة بهذا الشكل أنت تأتي لي على انتخابات هذه الانتخابات تجرى في الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق تجرى من عام 1992 لحد الآن نعم تجرى وعلى الأقل من 2006 لحد الآن تجرى بمفوضية خاصة بكردستان لماذا الآن؟ وين كانت المحكمة الاتحادية؟ من المحكمة الاتحادية شكلة 2005 وين كانت المحكمة الاتحادية؟ الآن يلا تذكرت بعد عشرين سنة تذكرت أنه يجب يجب أن يكون المفوضية العراقية الرئيسية هي التي من تشرف وين كانت عن أن الرواتب يجب أن تكون بأمرة الحكومة وكل المرتبات فيها توطيل الرواتب وين كانت عن تصدير النفط يجب أن يكون وقانون النفط والغاز يجب أن يكون هذه كلها اللعبة موجودة تسكن في ساعات وتثار في ساعات ولذلك أنا أقول في إجابة البداية وكل أمضي بيها أقول أن هناك لاعب خارجي يتحكم بهذه القضية وهي إيران وتحدثت عن ما حصل في 1996 الآن نفس القضية الآن عندما تنظر إلى القضية كل ما ترفض أربيل من قرارات المحكمة الاتحادية السليمانية توافق عليه نعم السليمانية موافقة عليه جماعات الحزب الاتحاد لأنها صاحبة أيضا الشكوى التي تقدمت للمحكم الاتحادية فاشتكت نعم لذلك رحبوا بالقرار رحبوا بالقرار إيران مع الحكومة في هذه الموضوع ومساند الحكومة كل القوى المدعومة من السليمانية وأنا أقصد الحزبية لا أقصد أهل السليمانية هم أكراد وهنا كلهم هذه نفسها مدعومة من إيران فهناك ضغوطات على الجزء أو الطرف الذي يرفض أن يكون تحت الخيمة الإيرانية بشكل مطلق أربيل تشكل الآن حالة شاذة في مجموع العراق العراق كلها تهيمن عليه إيران نعم ما عدا أربيل ودهوك نعم سليمانية هيمن عليها إيران يجب الهيمن عليها استخدام الأدوات الداخلية واستخدام المحكم الاتحادية سنتحدث عن قضية توظيف القضاء واستخدامه أستاذ عبد الله الباحثون السياسيون والمتابعون يقولون أن هذا النظام السياسي القائم في العراق الحقيقة عبارة عن خلطة غريبة وشاذة هو في الحقيقة من الاستبداد والدكتاتورية ويعني على غرار الأنظمة الشمولية وحالة مضبوطة أو ممسوكة أو مبرمجة مما يسمى التداول السلمي للسلطة وبالتالي فإن مصممي هذا النظام مروعاته يسمحون بإدارة الأزمات بإدارة الأزمات لكن لن يسمحوا بذهابها إلى مدايات أبعد من المسموح لها ولن يسمحوا أيضاً بإنهائها هذه الأزمات لابد منها لكنها مسيطرة عليها ومبرمجة تبقى في إطار معين في هذا النظام الخليط بين الدكتاتورية بقالب ديمقراطي ومتداول للسلطة دقيق هذا الكلام؟ بالتأكيد دقيق لأنه أسس على أساس التمثيل التوافقي وهذا التمثيل التوافقي قدده بريمر بمجلس الحكم ومستمر إلى حد الآن وسبب الخلاف الأخير أو رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني أن هذه الدعش مقعد هذه من حصته هو لأن هذا الحزب هو اللي يرعى الأقليات المذكورة اللي هما الكلدان والركمان والآشورين وهذه يتعت رعاية الحزب الديمقراطي الكردستاني تهديدا وترغيبا فبالتالي هذه الخسائر من قوته وليس من قوة الآخرين فإذلك مثل ما تفضل الدكتور أن الأحزاب في سليمانيا وافقت عليه ورفضها لأنه هو الخاسر الأكبر فبالتالي التوافقية هذه هي مستمرة مستمر هذه هي توزيعة بريمر 20 للأحزاب الكردية و20 إلى الأحزاب ما يسمى بالأحزاب السنية و60 إلى الأحزاب الإيرانية التي تهيمن على سلطة الخروج من هذه النسبة لا يحددها أطرافها لا يحددها الذي قبل بهذه النسبة للتوزيع العراقية يحددها من حدد هذه النسبة وهو الأمريكان بضغط إيراني أن يكون 60% نسبة الأحزاب الإيرانية التي تسمى تحت الإطار المذهبي تسمية الأحزاب الشيائية وهذا نحن تحدثنا فيه كثيرا أنه ليست علاقة هذه الأحزاب لا علاقة بالأحزاب لا بالسنة ولا بالشيعة ولا حتى الأحزاب الكردية ليست علاقة بالشعب الكردي فبالتالي هذه التوزيع تبقى ثابتة بمشيئة القوى المهينة على العملية السياسية لأمريكا وإيران الرئيسية فتبقى باستمرار ولا يسمحون أن تذهب الأمور إلى أبعد من هذا حتى أن هذه الأطراف الثلاثة ترفض أن تصل الصراعات مما بينهم إلى هذه المنطقة فبالتالي هو حتى الحزب الديمقراطي الكردستاني متوجس من تهديده بالخروج من العملية السياسية لأن أمام تجربة خروج الصدر من البرلمان تم تعويضه بسرعة يمكن أن يعوض لكن هناك الخوف على المصالح الشخصية لقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني أين ستذهب هذه المصالح الشخصية وهذا موضوع يعني يقيم شرق أسمحنا أن حول أيضا أشكرك على دكتور رافع دكتور على الرغم من التهديد القوي للكردي بالانسحاب من العملية السياسية هم سحبوا القاضي الممثل لإقليم كردستان عبد الرحمن زيبار بن المحكمة الاتحادية احتجاجا على ما سماه توظيف أو استهداف لكردستان إيران هناك من يؤكد أن أي من قوى العملية السياسية لن تنسحب من العملية السياسية حتى وأن أوذيت وأن أوجعت وأن استهدفها الشركاء الآخرون هناك مكاسب عظمى تحققت لهذه القوى من العملية السياسية غير مستعدين للتفريط بها والتخلي عنها لا يمكن لن ينسحبوا نعم هذا صحيح جدا جدا أستاذ ماجد لأنهم بالأساس كل القوى عندما ينسحب من العملية السياسية يفكر يعني ما هو الطرف الذي سيعطيه هذه المكاسب التي حصل عليها يعني من أين سيحصل على هذه المكاسب وإن لم يحصل عليها ما هو موقعة في وسط العراق وفي وسط العملية السياسية كيف سيكون موقعة إلى التهميش نعم لكن هذا يعودني إلى يعني ربما واحدة من الشغلات المضحكة الموكية في التجربة المصرية نعم الأخوة في مصر يعني قضيتين أذكرهم الآن واحد عندهم مثل يقول عندما يعني تستطيع أن تحضر الجني يجب عليك أن تعرف كيف تصرف الجني قبل أن تحضره وفي واحد من الأفلام القديمة المصرية ممثل معروف اسماع الياسين كان اسمه اسماع الياسين في الطيران يطير في أحد الطائرات ويقرأ في المجلة طيران يعني كيف تعلم الطيران وعندما وصل إلى الهبوط قلب الهبوط في العدد القادم المجلة غير كاملة فمن يعني من يريد أن يعرف الطيران يجب أن يعرف كيف يطير وكيف يهبط الأخوة جمع طارو نعم قبلوا بالعملية السياسية قبلوا بكل هذه المكاسب لكن هذه المكاسب لن تدوم إلا بشروط ما هذه مع مرور الوقت كل هذه القوة بالعملية السياسية هذه المبنية على المحاصصات تبدأ بالتدافع تبدأ كل ما زادت قوة كل ما زادت الميليشيات وزادت السلاح وزادت دعم الإيراني إلىها تبدأ تتوسع المطالب الإيرانية تتوسع وحالها وكيف تتدبر حالها لا يقبلوا في هذا الموضوع ربما عندك يمكن أستاذ منك دكتور من ضيفنا أستاذ عبدالله سلمان ومن مشاهدين كرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار في سياق زمني ومكاني شديد التعقيد وعالم يعيد رسم معالمه بين قوى دولية وأخرى إقليمية تتدافع الأسئلة عن مستقبل العرب وتطلعاتهم السياسية ومكانتهم الحضارية حديث العرب نرصد حركة العالم بعين عربية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة برنامج طاولة حوار تبحث هذه الحلقة في الصراعات والأزمات المزمنة بين الشركاء العملية السياسية في ضوء ما جرى من قرارات المحكمة الاتحادية ضد كردستان العراق ضيفات طاولة الدكتور رافع الفلاح والأستاذ عبد الله سلمان الدكتور السكمال اللي ما تفضلت فيه قبل الفاصل نعم لا لكن أقول العملية السياسية صممت من البداية على هذه الصراعات الداخلية داخلية كل قوى عندما تزداد تستطيع أن تتمدد تستطيع أن تحتفظ بمكاسبها أو تستطيع أن تأخذ مكاسب أخرى وفقا لقوتها لقدراتها وهذا كل يصب فيه صالح ضعاف العراق طبعا وهذا ما شهدناه طوال هذه السنوات الحزب الدعوة امتلك ميليشيات أكثر بدأ يتحرك البدر ما أعرف فيها من صارة وبدري منه العصائب عصائب بعد أن كانوا جزء من جماعة الصدر الآن طلعوا وصاروا عصائب صاروا هم الدولة هذا كل جزء من هذه الصراعات الآن وصلت إلى مرحلة أنه إيران الحاكمة أو الضابط لهذا والمايسترو لكل هذه تريد أن تهيمن على كل المنطقة لأنه هذه فيها فائدة لها ويجب أن يكون العراق كل محكوم بهذه القفضة الإيرانية يجب أن لا تبقى بؤرة ممكن أن تثير قلق لدى إيران لأن هذه البؤرة الكردية أساسا هي مثيرة للقلق في إيران لأن الأكراد في إيران يثيروا انقلق الحكومة الإيرانية والحكم الإيراني والنظام الإيراني ووجود هذه الكتلة البشرية الكردية في شمال العراق أيضا يثير قلق الإيرانيين ويثير قلق الميليشيات فبالتالي وثانيا هذه الأموال يجب أن توزع بطريقة الآن كل ما زادت القوة تزداد الأموال الواردة لصاحب القوة وتقل من الطرف الآخر الحزبين الكرديين وبالتالي نتحدث عن ربما الحزب الديمقراطي وجماعة برزاني الآن عندما يتحدثون كان يجب عليهم أن يفكروا من البداية أما أن يكونوا مع العراق ويتصرفوا كعراقيين وليسوا كانفصاليين يبحثون عن فرصة لتأسيس دولة الذي يبحث عن فرصة لتأسيس دولة في عالم مضطرب لا يقبل بالدولة هذا تفكير ناقص لأن العالم لن يقبل بوجود دولة كردية هذه قضية يجب أن يفهموها وهذه القضية صار لها لا الإقليم ولا العالم هذه صار لها يعني عشرات العقود موجودة ومعروفة القضية وهم في صراع مع الحكومات من قبل العهد الملكي في العراق من قبل تأسيس الدولة العراقية هم كانوا على الجبال يقاتلوا هذه معروفة هذه القضية نعم فالذي عنده تجربة تاريخية وإرث تاريخي كان يجب أن يعرف من البداية أنه لا يمكن أن يؤسس دولة وخاصة في عالم مثل عالم اليوم عالم اليوم واللي تحددت بيه دول وصارت حدود ومعرف منه لن يسمح وخاصة بعد أن إيران تغولت تركيا دولة الآن بدأت تنشط ودولة تقف على رجليها والهوزنها بالعالم والعراق وسوريا هذه المدمرة والعراق المدمرة لا يمكن أن تؤسس دولة أنت عندك إقليم يجب أن تتصرف أما أن تتصرف كعراقي واضح وأهلك دولة العراقين تتصرف بمنطق العراقي نعم صار الألفين وثلاثة وانتهى النظام السابق وجاء نظام جديد ماشي طيب بغض النظر على الرأينا بما حصل لكن أنتم تتصرفوا كانفصاليين هنا المشكلة الكبيرة هذه الانفصاليين وصلوا إلى مرحلة بعد عشرين سنة الآن جاءوا يحسبوكم عليها الآن يدفعوكم باتجاهها ووصلوكم إلى الجبل هل ستقاتلون مرة أخرى؟ هذه نقطة مهمة نعم لا أستطيع أن أقول ولا أحد يستطيع وحتى الأكراد حتى ندعو أن الجبل صديقنا وهو حامينا ونصعد مرة أخرى على الجبل لن يستطيعوا بعدما شهدوه بعشرين سنة من رفاهية وحياة أخرى واستقرار آخر لن يستطيعوا الصعود إلى الجبل ويقاتلوا مرة أخرى مثلما كان يقاتلوا سابقاً الجيل الثالث هو الجيل الرابع من برزان ليس كالأجزاء؟ بعداً اختلفت الصورة إذن خسارة كبيرة كان يجب أن يعرفوا عندما يطيروا كيف يهبطوا مرة أخرى وهذه مرتبطة بالانتماء هل نحن جزء من العراق أم جزء خارج العراق هل نحن فصاليين أم لا؟ أشكرك أستاذ عبدالله سلمان ماذا لو نفذ الأكراد تهديدهم بالانسحاب من العملية السياسية ترك العملية السياسية أنت أوردت مثلاً تجربة الصدر عندما ترك المشهد السياسي ومن سحب من العملية السياسية لكن الأكراد الأحزاب الكردية تختلف عن الصدر الأكراد في هذه المنطقة منذ ثلاثين عاماً ثلاثة ثلاثين عام تجربة تقليل كردستان الذي صممته أمريكا وحمدته أمريكا ودعمتهم الأكراد في المعارضة سابقاً يعني قبل 2003 معارضة تمتد إلى عشرات السنين كانوا جزء من مشروع الاحتلال كانوا جزء من صياغة الدستور وجودهم في العملية السياسية ليس كمثل وجود الصدر وغيره ماذا لو هددوا بالانسحاب فعلاً وانسحبوا ما هي التداعيات على العملية السياسية بانسحاب هذا الشريك التاريخي والمهم والركن الأساس؟ هناك يعني مؤشر على الانسحاب لكن لو حدد هذا الانسحاب فالذي هدد بالانسحاب هو طرف واحد من العملية السياسية والحزب الديمقراطي الكرلستاني لأنه لا يريد أن يفقد الهيمنة على الإقليم هذه هي الحجر الزاوية في الموضوع فإذا ذهبنا إلى عملية انسحاب كل القوى الكردية فهذا لا يصب بمصلحتهم لأنه هناك كوى سياسية كردية أيضاً فائلة على الأرض معارضة للعملية السياسية كلها ممكن أن تأتي وتأخذ الدور الوطني حقيقة مثل ما تفضل الدكتور الرابع تأخذ الدور الوطني وتنتهي بالأمر لكنه الأطراف الكردية أيضاً تفكر فيما إذا انسحبت هناك الحصانة السياسية التي يتمتعون بها ستذهب فإذا سيكونون أمام القانون الداخلي العراقي وأمام المتطلبات الإقليمية الإقليمية يعني نحن نعرف دولياً أن الصين لا يمكن أن تستعمل القوى العسكرية كدفاع عنها إلا إذا تم المساس في أمنها القومي وهي قضية تايوان هنا الأطراف والإيرانيين لا يمكن لهم لا يقبلوا بالمستحيل بالمطلق أن تكون هناك فرصة لإنشاء كيان فلذلك يعني لو أعلنوا شيء ما اكتيان كردي اكتيان كردي مستحيل يعني هذا مستحيل لا نرى أن الدبابات التركية والإيرانية تتجول فيدهوك وأربيل وسليمانية هذه مسألة منتهية إضافة إلى أنك عامل آخر الوضع الدولي لا يسمح مثل ما تفضل الدكتور حتى القوى الموجودة في إقليم كردستان ما يسمى التحالف هي غير مستعدة أن تدعم الأكراد وتخسر المركز بالإيران سؤالي هل العملية السياسية ستقوض وتنسف وتذهب وتموت إذا من سحب الأكراد فعلاً لنفترض جدلاً أنهم انسحبوا لا ليس هناك خطر على العملية السياسية لأنه الحاضن لهذه العملية السياسية هو المؤثر الدولي والإقليمي في المنطقة فيذلك تبقى العملية السياسية كما هي ويخسر الأحزاب الكردية تأكيداً على لا نستهدف الأكراد الأحزاب الكردية هي التي ستخسر مقائدها وهي لا تفكر حقيقة لا أستبعد جداً أنها تفكر بالانسحاب لأنه المليارات أين ستذهب يعني هذه مسألة مهمة جداً يعني واحد لا يتجاوز هذه المليارات وهذه الرفاهية علاقة على المستوى القيادي ناهيك عن مثل ما تفضلتم به على المستوى الأجيال الحديثة فبالتالي لا يعني أي خروج حتى للقوة الكردية يعتبرون أحزاب غير موجودة وممكن للمركز أن يهيمن مع أنه المركز يعظى في هذه القضية فقط تحديداً يعظى بدعم إقليمي قوي إيراني وتركي يعني يعظي إضافة إلى مكانياته السياسية والعسكرية هي أفضل من الأحزاب الكردية فبالتالي يستطيع الهيمن على المشهد السياسي ويصبح المشهد السياسي بدون أحزاب كردية وممكن أن تخلق أحزاب كردية جديدة وبالتالي المشهد سيكون إيراني صرف مئة بالمئة وأمريكا توافق على المشهد وكل القوى الإقليمية توافق عليه لأنها لا تريد هذا الكيان له وجود ولا أيضاً لأنه غير مدعوم لا تاريخياً أشكراً دكتور حقيقة عقب هذه الهجمة أو الاعتراض على قرارات الاتحادية القوى الطائفية خاصة في الإطار التنسيقي تداعوا للدفاع عن قرارات المحكمة الاتحادية رفضوا المساس بالقضاء استقلالية القضاء نزاهة القضاء القضاء وأكدوا على مبدأ الفصل بين السلطات وأن القضاء في قراراته وتنفيذه مستقل بالكامل فعلاً تمت فصل للسلطات في العراق وأن هذا القضاء لا أحد يقترب من عرشه أستاذ ماجي إذا تلاحظ أطعاً فقط بأن الإطار التنسيقي هذا تحدث بل إذا تلاحظ طبال هذه الفترة من بدأت الأزمة يعني هذه الأزمة الأخيرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحكمة الاتحادية والتدخل وانتقابات وهذا الكلام إذا تلاحظ أكثر عبارة ترددت عند كل الأطراف هي دستورية وغير دستورية الكل يتحدث عن الدستور نعم هذه العملية دستورية وهي ضمن الشرعية والطرف الآخر يقول لا دستورية ولا شرعية ولا بها أي نظام ولا قانون ووصلوا إلى الحديث أنه هي المحكمة الاتحادية أساساً غير دستورية غير دستورية نعم والأطراف الميليشياوية التي تحدث عنها حضرتك كلها تحدث عن الدستور نعم كأن الدستور يعني شيء لا يمس ومقدس وهو أسوأ شيء وهو يعني خير قيمسحون بها أحذيتهم عندما لا يريدونه ويهيرونه حتى نعم ويدسون عليه بقدم لكن عندما قضية تتعلق ويخدمهم الدستور يتحدثون بالدستور كأنه لا أحد يمسه الدستور هذه القضية دستورية وغير دستورية ترجعنا إلى الأساس حتى الآن الأطراف المتضررة من هذه القرارات عندما الدستور يلتقي في مصالحهم يقولك الدستور لا تقترب الدستور نعم ولاحظ في قضية الدستور حزبياً حزب الديمقراطي وحزب الاتحاد حزب الاتحاد يقول أنه هذه الخطوات كلها والقرارات دستورية وحزب الديمقراطي يقول هذه غير دستورية ولكل مبرراته إذن نحن أمام دستور من البداية يقولناها مطاط يقابل التفسيرات وهذا ماكوش دستور بالعالم قابل التفسيرات من أينما تأتي وكلها تطابق وكلها شرعية لأنها كلها حسب استفادة وذلك في مرات نصفه ونقول مثل القميص المطاط تلبسه بأي حجم عندما تكون يعني وزنك 200 كيلو عندما يكون وزنك 20 كيلو تلبس أي يعني يكون مضبوطا عليك مطاط هذا هو الدستور اللي موجود ودستور يحتاج لي إلى قوانين معطلة من 20 سن من سوى ومن 2005 لحد الآن قوانين يجب أن تؤسس ما أسست على هذا الدستور ولم وجزء من كبير من هذا الدستور لم ينفذ وقالوا في الدستور أننا سنعدله وهذا العقد الاجتماعي يجب أن يعدل هذه القضية تعيدني مرة أخرى أنه منوافق على العملية السياسية منوافق على الدخول للعملية السياسية حديثي عن الأخوة لكراد في أربيل عندما وافقتم على الدخول للعملية السياسية كان يجب أن تعرفوا من البداية أن هذه الأطراف التي معكم في العملية السياسية الثقة معدومة فيما بينكم وبينهم من البداية أنتم تعرفون وقبل 2003 ثقة معدومة طيب لأنما تكون الثقة معدومة أنتم تتعاملون بضابط معين ضابط معين حدد لكم مساحات معينة تعيشون بها وتستفيدون من مكاثرها قريب دكتور أنه هذه القوى الطائفية الموجودة في العملية السياسية والمهيمنة على المشهد السياسي الحقيقة ما أبقت لها لا من صديق ولا من حليف ولا من شريك ولا من متعاون يعني كأنها تصل في النهاية كالحطيئة إذا لم يجد أحد يذم يذم نفسه ما هو هذا لأنه هم أدوات هم ليس بأيديهم وشاهدنا هذا التغير 180 درجة الموقف الأمريكان الشياطين والدولة الشيطاني أكبر ووراها دولة صديقة وخدمتنا ودولة التحرير قضيتين ما ترغم ما تبعد على ميزان واحد ما ممكن على سطح واحد لكن الضابط ثم رجعوا مقاومة إسلامية نعم الضابط الإيراني شي يقول هو هذا هنا تكمن القضية القضية في طهران طهران ش تقرر هي من تقول الآن دستوري وغير دستوري الآن لو إيران تقول أن المحكمة الاتحادية غير دستورية ستقول آمين ستقول آمين وستقول غير دستورية وسيعودون العلاقات هذا الوضع هي هذه كان يجب أن تفهمها قوى العملية السياسية وكل القوى التي تقول أنها جاءت من أجل شعوبه من أجل الناس من أجل خدمة الناس حزبين الكرديين قالوا أننا جئنا من أجل الأكراد من أجل أمانيهم كان يجب أن يعرفوا من البداية هم يعرفون أن الثقة مفقودة وأن هذه الأطراف التي في العملية السياسية ستنقلب عليهم في أي لحظة بالضابط الخارجي هذا سيقول لهم الضابط الإقليمي سينقلبون والآن هذا انقلابه طبيعي جدا هذا يمكن تأخر كثيرا رغم أن هناك محاولات للتحرش كثيرة استمرت طوال هذه السنوات وصلت الآن ربما إلى عمق الزجاجة وخرجت بهذا الشكل لكن محاولات لم تكن اليوم وليدت اليوم كثيرة عن النفط وغيرها وقالوا النفط والغاز ووضع قدنا الأسوال على المستقل والمادة 140 ومعرف منه ومناطق المتنازع عليها كثيرة الشغلات فهم بيناتهم صراعات كبيرة كان يجب أن يعرفوا أنهم سيدخلون هذا الصراع يعني حاليا أو بعد فترة ودخلوا للصراع وكان يجب أن يعرفون طرق إخراجهم وطرق التي يسلكونها لا أن يصلوا إلى أن يقولون نسحب العملية السياسية وإذا ما استحبتون العملية السياسية هناك هم والبديل محضري في عزب الاتحاد سيقولون هؤلاء يمثلون اللكرات كما جرى في الانسحاب القاضي الكردي قال لدينا ثلاث احتياط وهم سيشغلون هذا سحب الكير الصدري ماذا فعلوا جاءوا وسيطروا على الكل وقالوا هاي الحكومة مالتنا وهو جزء من عدهم وجزء منهم سيد عبدالله سلمان كل الباحثين تقريبا إجماع والمراقبين والمهتمين بالشأن العراقي يقول أن هذه العملية السياسية ستبقى الحقيقة حفرة وبؤرة لتوليد وتفجير مزيد من الصراعات والأزمات كلما طال الزمن بها ومهما كان الثمن المترتب على هذه الصراعات على العراق وعلى أهله ككيان وكدولة وكهوية وسنشهد في المرحلة القادمة تنويعات في الأزمات وأشكال في الأزمات وإذا منتهوا من الأكراد هذه القوى ستأكل بعضها بعضا الصراع سينتقل فيما بين الآن هذه القوى المؤتلفة في إطار طائفي هل الكلام دقيق؟ لا حقيقة ليس دقيق بالمطلق لأنه العملية السياسية نظمت على هذا الأساس من قبل القوى الدولية أمريكا وإيران بالتالي هي تبقى عملية الفوضى ولم تصل شاهدنا الخلافات داخل الميليشيات فيما بينهم وكثيرا من التوقعات ذهبت إلى أنه سيكون هناك صراع دمه فيما بينهم وكانت الآراء أنه بالعكس يعني ما الذي يمنع الآن هذه القوى هذه القوى كلها الصديقة لإيران أزاحت التيار الصدري وأخرجته من اللعبة وهمشته ما الذي يمنع أن التيار الدولة العميقة المالكي يأتي على هذا العامر فيخرجه من المشهد ثم يأتي على قيس الخزعلي ويستأثر بالسلطة لوحده وحزبه هذه قد تتغير الأشكال إلا أنها المظامين تبقى واحدة يعني هذه التكوينة وهذه التشعبات الموجودة في الميليشيات وأعددها وأسماءها والطيف السياسي الموجود التوافقي هذا كله يبقى قد تختلف أو تتغير الأشكال يعني لو خرج الحزب الديبوخارطي الكوزستاني وأنا أقول مستحيل أن يخرج ولكنه لو خرج فهناك البدائل يعني بدائل أيضا في سليمانية وبدائل داخل أربيل وكذلك داخل العملية السياسية أزاحوا برمشتعين أزاحوا الحلبوسي وجاءوا بغيره وهذه العملية السياسية نظمها الذي أنشأ هذه العملية السياسية بهذه الهوية بهذه الطريقة وبهذا السلوك لأن الفوضى هي الوحيدة التي تؤمن للقوى الدولية والإقليمية الحرية في التحرك على إتمام مشاريعهم في المنطقة يعني لو نعرج اليوم على قضية رفع وكان العراق بعافيته وصحته السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هل يمكن أن يقف مكتوب العيدية على العراق لا مستحيل فبالتالي هذه هي الأهداف البعيدة والاستراتيجية التي حددتها أسباب الاحتلال الاحتلال لم يكن رغبة جورج بوش الشخصية لأن يقوم يحتل العراق ويصير بطل قومي داخل أمريكا الاحتلال جاء لتثبيت نظام هش وإلغاء العراق كمكون مؤثر في الإقليم وفي المنطقة الإقليمية وبالتالي القوى العراقية تذهب بعيدا واليوم العراق غير محسوب لأي حساب سياسي إقليمي ولا دولي الحديث دائما مع أمريكا وإيران بما يخص الشأن العراقي أو المؤثرات العراقية على الساحة الإقليمية والدولية والعربية يعني تتصور أن الخليج اجتمع على قضية بسيطة علىها وهي رض المحكمة الاتحادية لمشروع خور عبدالله وهكذا رأسا وقف الخليج بمجموعة بدون بدون دراسة بدون تحسبا إلى المستقبل ضد هذا المشروع ووقفه مع الكويت جملة وتفصيلا هذا يعني على أنهم ليس باعتبارات أن العراق موجود كدولة يمكن الاعتماد عليها أو يمكن التفاوض معها أو يمكن أن تمد الخيوط المستقبلية لبناء علاقات ممكن أن تكون بين جار عربي وجار عربي ألغو هذه المواقف رأسا أدانوا المحكمة الاتحادية ووقفوا بدون إنصاف مع الكويت أشكرك دكتور الأحزاب الكردية بالنهاية ستذعن وتنصاع للسلطة الموجودة في بغداد لينعينها على المكاسب والنفوذ الكبير الذي تحقق حتى وأن أحست بالوجع أو الأذى وهذا طبعا شعور أو موقف كل القوى الموجودة ستبقى في العملية السياسية والصراعات والأزمات قد تنتقل إلى أطراف أخرى هكذا نعم مرحلة قادمة نعم لذلك الحديث عن أنه هذه أزمة ويجب أن نحلها عابرة ونعديها وعابرة هذا ليس حقيقي هذه الأزمات ستتوالى على من يريد أزمة تند أزمة نعم على من يقول أنه جاء من أجل شعبه من أجل ناسه من أجل من انتخبوه من أجل من يمثلهم إذا كان يقول وأنا يعني أتحدث الآن الأكراد الذي يتحدثونه الآن هم الطرف المقصود في هذه القضية والحزب الديمقراطي وأربيل والدهوك أن يعيدوا النظر في كل هذا الموضوع حتى الأخوة الأكراد في كل مكان يعني يعيدوا النظر بشكل إعادة إعادة قراءة مرة أخرى إعادة تقييم جديدة لكل الحالة التي جرت حتى ولو كانت من قبل مئة سنة لحد الآن يجب إعادة تقييم الآن دعونا من الدولة الكردية وهذا الحلم العصافير هذا هذا الانتهى وحتى هذا الشباب الموجود الآن في كردستان لا تستهوي هذه القضية الآن ما عادت تستهوي بعد هذا الاستفتاء الذي حصل ووجدوا أنه العالم وفهمه العالم والآن كل فأنت يجب أن تعيد بناء تجربتك تقييم تجربتك هل أنت ستبقى في هذه العملية السياسية بهذه الطريقة وتتلقى الأزمات لأن هذه انتهت الأزمة سيجذو لك أزمة أخرى ستتكون ستصنع أزمة أخرى بعد فترة وإذا ما حليت هذه الأزمة ستأتي بعدها أزمة أخرى أكبر إلى أن تصل إلى أزمة أنت استطيع أن تحلها ستحلها بالسلاح ستقبض على السلاح أشكرك وهذه مشكلة كبيرة أنت تذهبي للسلاح الآن بعد كل هذه كل هذه السنوات كل هذه الدماء تذهبي للسلاح مرة أخرى عليهم لذلك إعادة تقييم تجربتهم بشكل آخر ويعيدوا النظر في وجودهم بالعملية السياسية في وجودهم بالعراق طبيعة علاقتهم مع العراق نظرتهم إلى العراق شكرا دكتور رافع الفلاح الكاتب الباحث السياسي وشكرا لضيفنا من كوبنهاقل في الدنيمارك الأستاذ عبدالله سلمان الكاتب الباحث السياسي كان معنا في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار أشكركم وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أماله شكرا للمشاهدة